طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على صورة التلالة لدينا أمام حضرتكم الغرب يتململ ويخشى نصرا روسيا في أوكرانيا يعني صورة معبرة حتى عن حال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يشير إلى يعني عدم تفاؤل فيما يتعلق بانتصار أوكرانيا على روسيا أو تخوفات لديه من عدم القيام بما يلزم من أجل دعم الجيش الأوكراني من أجل أن يواجه الجيش الروسي بقوة دعونا نلقي نظرة أيضا على تفاصيل هذا الأمر في الصورة التالية التي لدينا بدأت القوى الغربية تكشف عن مخاوفها من استمرار الأزمة الأوكرانية في ضوء التداعيات الاقتصادية الخطرة جراء خطط العقوبات التي فرضتها على روسيا ورجح رئيس الأمريكي جو بايدن بأن تعم الفوضى أوروبا إذا وصلت روسيا تواغولها في القرى حسب وصفه كما أعرب أيضا عن مخاوفه من أن تشجع العملية الروسية الصين على مهاجمة تايوان بينما أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مخاوفه من ملل العالم من أزمة أوكرانيا لافتا إلى أنه بدأ يظهر التعب والملل من هذه الأزمة في كل مكان يعني ارتفاع أسعار المواد البترولية في كثير من الدول يجعل هناك حالة كبيرة من الضيقة والضجر لدى شعوب العالم أجمع جراء هذه الحرب الرئيس الأمريكي يقول أيضا بأنه من المحتمل أن تشهد أوروبا فوضى إذا وصل رئيس الروسي فلاديمير بوتين التواغل في القارة وقال بايدن في حديث لوكالة الأسوشيات بريس الأمريكية إنه كان يجب أن نتصدى للهجوم الروسي على رغم من التداعيات الكبيرة علينا